اشتركوا في القناة فصل في الدستور متناقض مع التعوطأ؟ لا هي طوى نقول الروح النظمة لكل فصل الدستور هذه طوى بنسبة لنا هي الفلسفة هي الروح هي الموجهات العامة هي الخلفية النظرية لكل فصل الدستور وهي لها نفس القيمة القانونية لسائل فصل الدستور شو معنىتها مع تنا؟ يعني في فصل خلاف فصل التعوطأ هي لطاعة التعويل لذلك الفصل لأن فيها المرجعية فيها الخلفية النظرية فيها الموجهات يعني هذيك اللي يبدأ فصل معناها ربما فيه تأويلات عديدة هذيك المرجع المرجع ليفهم سائر فصول الدستور وكهية بالأهمية هذي الكل علش نوى بغابوا معنى ده؟ لا والله يصادف انه هو آخر نهار وناس بعاد ثم ناس في الخارج وناس بعاد شوية معنى ها برشا غيابات صحيح؟ لاحظنا لي برشا غيابات معتا يا اما يا ناس راي مخذتش السبوع يا اما غيابات غير مبارا ما لسوق برمجة لليوم النقاش احنا حرصنا بش البرح ما تكونش نقاش ولكن حريصة رئيس المجلس خطر بش مانية وربعين نائب من ميتين وصبع حر حريصة رئيس المجلس انا قتلوا راو الطاوطة يلزمها شوي على كل بش تتواصل تناقشي نهار ثنيين ليما ناقشوش كل بش يواصلوا نقاشنا ثم مانية وربعين متدخل يعنى جوزة تعدى نهار معنى هاليربعة نهار اليربعة ونهار الثلاث العشية ولكن جوزة الكبيرة بش تعدى نهار ثنيين ان شاء الله واضح طاوطة هذي ربما ما عندها واجهة نوع من الانتقادات هي مشروع طاوطة خالي نقول واجه نوع من الانتقادات اليوم في جريدة يومية سيدة سامي عبو قال تعالى جثة تي كانت تتعدى طاوطة هذي هيد حمسوليت هروا في المجلس كلها عنده صوت ثم هذا عمل لجنة هذا عمل لجنة تمثلت فيها كل الكتلة النيابية وبالتمثيل النسبي وعملت بالتوافق بل بالعكس احنا نلقيها استحسان كبير الناس احنا كيقرين تقرير وقف كل النواب وعددهم كبير وصفقوا لهذه التوطأ تصفيق حار وكبير يعني ان تكون فيها اي مشروع هي مقترح طبعا واجهة العام هي باش تبت في التوطأ ولكن نلقات استحسان داخل المجلس وخرج المجلس اضافة الوثاق والتوافق الذي حصل داخل اللجنة وما فهمش واحد العبارات هذه المتاع الحرب بذنبتوا عليه شو هالي جثتها يعني اخي احنا في حرب يعني هذا مشروع سيقدم جهسة العامة وسيناقش واحنا تقولنا هذا مقترح قابل الاثراء قابل التعميق قابل الرفض يعني هذا النقاش هذا الحوار الكلام هذه المتاع الجثث وكذا سيناقل استمرر التوطأ لأن التوطأ لقص تحسان وإذا كنواب المجلس اقترحوا إضافة أو تعويذ أنا بنى بالتصويت داخل المجلس وبالديمقراطيات تمر كل شيء خي القوانية لكل مرة تعلي جثتها خي ما مرت حتى القوانية رفضتها سامي عبو ما مرت ولكنها مازالت مازالت موجودة يعني يقولها بعد بعد سامي الألفاظ هذه لي ما تليقش بالنقاش وبالحوار وبالديمقراطية احنا الآن نؤسس لديمقراطية التشاركية والدستور نحبوه الدستور كل التوانسة رأوا مش دستور لا فئة ولا حزب ولا كتلة ولا شخص احنا حبينا نقطعه مع الاستبداد ومع القمع بسياغة الدستور يمثل كل التوانسة يعبر على تموحات وأمل كل التوانسة ويحرص ما استطاع إلى أنه يحقق أدف الثورة اللي هي الكرام والحرية والعدالة والتنمية والمساواة بين الأفراد والمواطنين والمواطنات والكل الشراحة الاجتماعية وكل الجهات هذا روح للدستور دستور معناها متع كل التوانسة هذه الغاية متعنا يعني طوى مثلا البارح فما برشا الناس بهته وقتلي سيد صادق شورو طالب مرة أخرى بتطبيق الشريعة واعتمادها مصدر أساسي للتشريع وتجريم الاعتداء على المقادسات يعني في بيننا كما يقولوا قضية حسيمة لماذا إعادة النقاش بيش تعرفوا أنتم ما قد يشتم من تنوع داخل حركة النهضة حركة النهضة رأي ما يشي أحنا مناش رأينا ما عملي خرج في نفس الصناعة ما تقد يخهم بتشتت لا 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 أحنا عنا من نصف الفارغ من الكأس قولك تشتت في النهضة لا مش ثم تشتت أحنا رأينا مناش مفكر وبترقية واحدة ودخل النهضة عنا تنوع كبير ولكن يحسن بالديمقراطية والشورو عنا مؤسسات عنا القضايا اللي فيها خلاف كلها مش كان في هذه قضايا النظام الدستوري البرلماني الرياسي المعدل قضايا الشريعة قضايا تجريم التطبيع النهضة حسمت موقفها تجريم معناها التعدي على المقضايا ثم كثير من القضايا الخلافية في الدستور وداخل النهضة هناك خلاف هذه القضايا ولكن في الأخر المؤسسات هي اللي تبت في المسألة هذه وناس كلنا نضبط احنا شفنا اشقال صادق شورو وقت ترح موضوع الشريعة في فيفري واشقال حبيب اللوز واشقلت انا واشقالوا برشا ناس وفي الأخر اجتمعت المجلس شورا طالح الحركة وبعدها نقاش طويل انتهى إلى الاكتفاء بالفصل الأول وهو كافي ومتضمن لهذه المعاني وعملنا انفراج داخل المجلس والنقاش تقدم يعني ونترك الحرية للناس باشتعبر على رأها ولكن ديما موقف النهضة معروف شو نعبر عليه داخل المجلس وداخل البلاد مثلا سيد الحبيب اللوز كان قال وقتها لست مقتنعا بالقرار ولكني انضبط واضح يعني سيد صادق شورو ليس منضبطا لقرار النهضة هل ستتم في شأنه عقوبات لا 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 عصب نظام الداخل للنهضة طوحنا كناقش ورانا الناقش وانا قدمت موقف النهضة انا قدمت موقف النهضة في المجلس وقدمت صادق شورو معي في اللجنة طوضوا في اللجنة ولكن او قدم رأيه في اللجنة وعندها مقرة الحركة وانا رئيس اللجنة ورئيس كتلة وقلت هذا موقف النهضة انضبط يعني مش كان هو رأي المطالبين برشرة مش كان في كتلة الحركة النهضة في كتلة اخرى هناك من سيطالب بالدراج الشريعة كمصدر القانون في الفصل الاول ولا في فصل اخر يعني انا نقول هذا تنوع مطلوب ولكن هناك انضباط نحن نعرف انضباط يضرب به المثل في النهضة بمعنى لو انه النهضة قررت عدم اعتماد الشريعة كفصل اول الدستور باعتبار حتى كما قل قال سيد راشل غانوش يمكن الفصل الاول متاعة تسعة خمسين يتنجم معناتها تفهم انه ذلك وصادق شورو السيد صادق شورو يعلن يطلب شريعة يعني وانه خرج على انضباط معناتها لا لا مش خرج هذا راي داخل الجلسة وفي الأخير احنا كيبش نصوت وبعد الكتلة بشتاخذ راي بشتاخذ موقف وتصوت بالموقف وهو شنو بش يصوت لا يصوت مع الكتلة مع النهضة يعني هو يقدم رايه ولكن في التصويت لا في التصويت مو ثم التنوع بشتعرفوا راي النهضة هالانسجام اللي حاصل هذي الثمانيست ينضبطوه يصورو كيهز رايس الكتلة يدون لا احنا نعملو نقاشة طويلة احنا الطوطة بيدها نقشناها قبل ما ندخلو كل القضايا اللي ترح داخل المجلس نعملو لقاية مطولة بكتلة راي كتلة كبيرة سواء ثمانية شخص نعملو اجتماعات مطولة للنقاش ثم نبلور الموقف متاعنا ونعمل تصويت مرد نعمل تصويت داخل الكتلة بش نمشو بموقف ما احنا رأنا عنا التنوع وهذا التعدد هذا بي وإيجابي داخل الحركة هذك اللي يعمل تنوع وإثراء ويخلي الفكرة والفكرة المضادة لها والنقذة لها ويقع معنا تفاعل إيجابي ثم عندما ينتهي النقاش وانبلور راي نصوت عليه لكل داخل مؤسساتنا بالشورة بديمقراطية ما غير حتى لا خوف ولا إرهاب ولا ويصاية على الفكرة ولا جثث لا لا ولا جثث لتحكي مستدع سانية حركة النهضة واضح منقفة واضح نحن سنقتصر ونكتفي بالفصل الأول وسنكتفي بذلك ونعتبر أنه الإسلام ودينه هي تضمن مرجعية الإسلام ثم نصصنا على هذه المرجعية في التوتى تنصيص واضح ثوابت الإسلام ومقاصده يعني واضح معنا المسألة ما عاد فيه حتى اللبس واضح واضح وفي التصويت احنا واضح الكتلة وحركة النهضة ستقتصر على الفصل والكيما عملنا وكيما قلنا سنوصل واضح ذلك قرارنا واضح